اشتركوا في القناة في عيد الامهات والذي يتزامن مع فصل الرابع فاشترت نبتة النرجس الجميلة واعادت غرسها في تربة زراعية ذات جودة عالية داخل إصيص جميل لكن عند حلول الشتاء لاحظت أن النبتة ذبلت وماتت فطرحت مشكلتها لأستاذة العلوم فطمأنتها قائلة أن النبتة حية فيتقاوم الظروف القاسية وستستعيد نشاطها في فصل الرابع حدد خصائص التربة الزراعية التي سامحت لها بتمييز جودتها في الجدول الآتي تربة زراعية المواد المعدنية المواد العضوية نفاذية التربة الاحتفاظ بالماء بين العلاقة بين نوعية هذه التربة وتوزيع الكائنات الحية ما اسم الاستراتيجية التي سامحت للنبتة بالبقاء حية مع تحديد العضو المسؤول عن ذلك خلال تفحصك لمجلة علمية لفت انتباهك صفحة تتحدث عن حيوان ثدي يعيش في الجبال اسمه المارموت وهو حيوان نشط لكن يختفي في فصل الشتاء إذ يلجأ إلى جحر مغلق بوصلة أعشاب جافة حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من عشر درجة يتجمع ويتكور مع أفراد أخرى ويدخلون في نوم عميق خلال أسابيع طويلة دون غذاء أذى حيوان المارموت في فصل الشتاء كما ركو متشوف درجة حرارة الجسم في فصل الخريف 37 درجة في فصل الشتاء 10 درجة عدد حركات القلب أو دقات القلب في فصل الخريف من 90 إلى 140 في فصل الشتاء 3 أو 5 دقات الوتيرة التنفسية في فصل الخريف 16 في الدقيقة في فصل الشتاء 2 أو 3 في الدقيقة كتلة الجسم في الخريف 4.5 كيلوغرام في الشتاء 2.5 كيلوغرام حدد الهدف من تغيير سلوك المارموت في فصل الشتاء فسير بقاء أو حيا طيلة فترة الشتاء دون غذاء سمي الاستراتيجية التي ذهاجها هذا الحيوان ومتى يستيقظ من نومه الوضعية لدى جد يوسف مزرعة جميلة لأشجار البرتقال المعزولة بأسوار مشكلة من أشجار ونباتة أين كان يعيش فيها طائر البعز الذي يتغذى على فئران الحقول والدعسوق قصد توسيع المزرعة قام جده بتدمير الأسوار العازلة ليزرع المزيد من الحمضيات لكن لحقت خسائر كبيرة في هذه المزرعات بسبب ظهور القرمزيات وزيادة عدد القوارض فنصح يوسف جده بعدم استعمال المبيدات للقضاء عليها مزرعة حشرات القرمزيات حشرات الدعسوق حدد نوع النظام البيئي الذي استخرج منه سلسلة غذائية ثم استخرج منه سلسلة غذائية فسر تكاثر أعداد القوارض والقرمزيات وبين عواقب ذلك نزيدنا موذج آخر أثناء مراجعة التلميذ يونس لدرسه حول توزع الكائنة الحية الحيوانية في أوساط مختلفة صدف هذا الجدول الذي لم يكمله في القسم والمتمثل في السند أسفله عدنا فراشة الفهد الشرغوف دودة الأرض وسط العيش نمط العيش وجهاز التنفس ساعد يونس في ملء الجدول علل ماذا يحدث في حالة تغيير وسط العيش لأحد الكائنات الحية بما تنصح تلميذ يونس حتى تكون المراجعة كاملة ومفيدة أثناء مشاهدتك لشارط علمي اندهشت لحيوان الدلفين كيف يصعد فوق سطح الماء بحركة بأهلوانية جميلة بينما سمك الطونة لا يسلك هذا السلوك أذكر نمط التنفس عند كل من الدلفين وسمك الطونة حدد الخصائص البنيوية لأعضاء التنفس عند التلفين والطونة اشرح كيفية حدوث التنفس عند سمك الطونة الوضعية يعتبر بروتوكول مونتيريال أحد الوثائق التي اجتمعت فيه 24 دولة بكندا سنة 1987 لتتوسع إلى 196 دولة في 2009 هذا بهدف إيكولوجيا يتمثل في استعداد طبقة الأوزون استعادة طبقة الأوزون والحد من اتساعها كان هذا التمرين من أحد الاختبارات التي طلبت الأستاذ حله استنادا على الوثائق الآتية ثبق أو ثقب طبقة الأوزون تلوث الغلاف الجوي اتلاف الثروة الخشبية أنجز بروتوكول مونتيريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنثاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نظوم طبقة الأوزون فسر تدخل الإنسان وتأثيرها على التوازن البيئي اشرح دور هذه الاتفاقية الدولية التي نصت على إعادة التوازن لطبقة الأوزون اقترح حلولا تراها مناسبة للحد من اختلال توازن الأنظمة البيئية طيب نشوفوا الحل نمروا للحل مباشرة النموذج الأول تحديد خصائص التربة الزراعية الذبالية التي سمحت لك بتمييز جودتها حسب الجدول المواد المعدنية متوفرة العضوية موجودة نفاذية التربة جيدة الاحتفاظ بالماء جيدة العلاقة بين نوعية هذه التربة وتوزيع الكائنات الحية وجود الكائنات المحللة الاستراتيجية التي سمحت للنبتة بالبقاء حية وجود ناباتات صغيرة كامنة تنبت في فصل الرابع عندما تتحسن الظروف المناخية الهدف من تغيير سلوك المرموت في فصل الشتاء هو مقاومة الظروف المناخية القاسية والمتمثلة في انخفاض درجة الحرارة وقيلة الغذاء يبقى حيوان المرموت حيا طيلة فترة الشتاء دون غذاء حسب الجدول فعند انخفاض درجة الحرارة تقل الوتيرة التنفسية وضربة القلب ويقل نشاطه الاستراتيجية التي انتهجها هذا الحيوان هو السبات الشتوي ويستيقظ من نومه في فصل الرباع الرابع عندما تتحسن الظروف المناخية طيب الوضعية نوع النظام البيئي غابي تتكافر أعداد القوارض والقرميزيات بوجود طائر الباز الذي يتغذى على الفئران بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة لوجود الجدران محاطة بالمزرعة أنصح الجد يوسف بالقضاء على القوارض باستعمال الأدوية والمحاربة البيولوجية للقرميزيات بوسط الدعسوقة لأن لديها قدرة على التهام القرميزية وهي في حالة يارقة النموذج الثاني الفراشة وسط العيش جوي نمط التنفس قصبي جهاز التنفس شبكة من القصويبات الفهد وسط العيش بري نمط التنفس رئوي جهاز التنفس الرئتين الشرغوف وسط العيش في قاع المستنقعات نمط التنفس غلصمي الجهاز التنفسي الغلاصم دودة الأرض وسط العيش التربة الراطبة نمط التنفس الجلدي جهاز التنفس الجلد في حالة تغيير وسط العيش لأحد الكائنات الحية يموت الكائن الحي لأن عضو التنفس مكيف مع نوعية الوسطى الذي يعيش فيه أنصح تلميذ يونس بأن يسجل دروسه كاملة حتى لا تكون المراجعة ناقصة ويكمل فهم ما كتبه في القسم ثمانين ثاني نمط التنفس عند الدلفين رئوي لأن ذلك السلوك الذي يجعله يصعد إلى السطح ليس للتسلية وإنما لأخذ ناء الأكسيجين الجوي أما سمكة تونة فتنفسها غلصمي الخصائص المنيوية لأعضاء التنفس عند الدلفين تمثل في وجود الرئتين أما السمكات تونة فلها الغلاصم الخيوط الغلصمية الغنية بالشعيرات الدموية آلية التنفس عند سمك الطونة عندما تفتح السمكة فمها يدخل الماء الغني بثناء الأكسيجين ليمر عبر الغلاصم الغنية بالشعيرات الدموية مما يؤدي إلى حدوث المبادلات الغلاصية التنفسية مع الدم وفي هذه الحالة يكون الغلصمي مغلقا وبعدها ينفتح الغلصمي ليخرج الماء المحمل بغاز ثناء أكسيد الكربون في حين يكون الفم مغلقا وتحدث هذه العملية بشكل تناوبي الوضعية قد يتدخل الإنسان سلبيا اتجاه الطابعة عند قيامه بعدة نشاطات اقتصادية أو زراعية لتلبية احتياجاته وبالمقابل يتسبب في حدوث خلل في الأنظمة البيئية بحيث تنعكس سلبا عليه بالدرجة الأولى مثل التلوث الصناعي والماء والإيكولوج دور هذه الاتفاقية الدولية نصت على إعادة التوازن لطبقة الأوزن وهو حماية طبقة الأوزن من النظوب نتيجة تأثير بعض المواد والغازات الكيميائية نتجة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية الحلول المناسبة للحد من اختلال توازن الأنظمة البيئية حماية الثروة الغابية التي تعتبر رئة الكون التفكير في المحاربة البيولوجية على عكس المحاربة بالموبيدات الكيميائية طيب عندنا نموذج كذلك في العلوم علل ما يالي أي أذكر السبب تحول الساق عند التين الشوكي إلى ساق لحمية نبات الأذن للوجه العلوي لأوراقه مغطى بشعيرات صعود الدلفين للسطح باستمرار رغم عيشه في البح تختنق الدودة وتموت إذا تركت في وسط جاف مطولا إذا طلية بطن الجاراد بالشمع مات الحيوان تمامين ثاني استمرار حياة حيوان في وسط مرتبط في الغالب بقدرته على التنقل للبحث عن الغذاء تمثل الصورة الآتية حيوانات في حالة تنقل في أوسطها المختلفة أرنب طائر سمك القرش والفيل ضيب أنشئ جدولا مبينا فيه لكل حيوان وسط عيشه ونمط التنقل والخصوصات البنيوية التي تسمح له بالتنقل هل توجد علاقة بين وسط حياة حيوان ونمط تنقله اشرح ذلك الوضعية قدمت شكوى من طرف جمعية المواطنين عقب موت عدد من الأسماك في النهر وقد اعتبرت المواد المطروحة من أحد المصانع الواقعة قبل التجمع السكني سببا في ذلك تنقل فريق من البيولوجيين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى الموقع فأخذوا عينات من أربع محطات على طول النهر نتائج التحاليل المياه النهر والعينات الحيوانية في المحطة الأربعة ممثلة في الجدول الآتي المحطة ألف با جيمدال مطهرة الماء شفاف أسود متعكر شفاف ثناء الأكسجين المنحل في الميليغرام في اللتر 12.2 3.4 7.4 12.4 البكتيريا متواجدة كثيرة جدا كثيرة متواجدة الكائنات الحية الحيوانية متنوعة تقريبا منعدمة قليلة العدد متنوعة آلف ماء نقي باء باء ماء شديد تلوث ماء قليل تلوث ماء نقي علما أن المواد المطروحة من المصنع مركبة من مواد عضوية اشرح لماذا كثيرة البكتيريا فجأة وبقوة في المحطبة وضح العلاقة الموجودة بين تواجد البكتيريا وتغيرة الثروة الحيوانية في النهر اقترح اجراء اين الواجب اتخاذهما لتفادي هذا النوع من التلوث طيب نشوفوا الحل تتحول الساق عند التين الشوكي الى ساق اللحمية لتخزين المياه نبات الأذن للوجه العلوي لأوراقه مغطى بشعيرات تسمح بالتقاط الرطوبة وحماية النبات من أشعة الشمس صعود الدلفل لسطح باستمرار رغم عيشه في البحر يتنفس لأنه يتنفس رئوي ومنه يمتص الأذنين من الهواء تختنق قدودة الأرض وتموت اذا تركت في وسط جاف يجعل الأوعية الدموية تجف إذا طولي بطن الجرد بشمع مات الحيوان لأن البطن يحتوي على فتحات متصلة بالقصابات الهوائية ولأن تنفسه قصابي طيب الأرنب وسط العيش على الأرض نمط التنقل القفز خصوصيات البنية وليس تسمح لو بتنقل أرجل على شكل حرف زاد الطائر وسط العيش هوائي نمط التنقل طيران أجنيح على شكل مغزالي الفيل وسط العيش الأرض نمط التنقل المشي سطح إسناد واسع سمك القرش وسط العيش مائي نمط التنقل السباحة خصائصه عنده زعانف والشكل الهيدرو ديناميكي الوضعية كثرت البكتيريا فجأة وبقوة في المحيطبة تقوم البكتيريا بالتحصيل على الطاقة عن طريق المواد العضوية وبتليه توجد في هذا الوسط وتتغذى عليه العلاقة تمتص البكتيريا أوثنين المنحل تمتص البكتيريا أوثنين المنحل في الماء مما يجعل الوسط فقير منه وهذا مما يجعل الحيوانات الأخرى لا تتواجد في هذا الوسط لكونه غير مناسب لعيشها الإجراءات الواجب باتخاذها لتفادي هذا النوع من التلوث يجب تصفية المياه الملوثة قبل تفريغها في الواد تقليص من استعمال العوامل الملوثة في الآخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة